موسيقى استمر النادي في أنشطته المختلفة وعلى رأسها الحفل السنوي اللي بيتعمل بمناسبة تأسيسه مفيس سنة مرت في تاريخ النادي إلا وبيتم عمل احتفال كبير قوي اتكلمنا كتير عن الحفلات اللي اتعملت في السنوات اللي فاتت وكل مرة بيكون في حاجة جديدة في برنامج الحفل تابع للمتغيرات الموجودة على السحة الفنية يعني في الحفل السنوي للنادي الأهلي اللي اتعمل يوم 20 مايو 1948 بمناسبة تأسيسه كان البرنامج زي ما جيف محضر مجلس الإدارة بيضم الفقرات التالية واحد غناء الأنسة أم كلثوم اتنين المسرح العائم تلاتة موسيقى جاز وقد رأى المجلس إضافة القهوة البلدي للبرنامج في الوقت ده ظهرت فرقة المسرح العائم وبتقدم مصرحياتها على مركب في النيل ونالت أيامها أعجاب المشاهدين فقرر النادي يدعو الفرقة عشان تقدم مصرحية من مصرحياتها في حفل النادي السنوي وكمان دخلت مصر في الوقت ده موسيقى الجاز وبدأت تنتشر وضمها النادي ضمن فقراته وكان من الطريف إن النادي قرر إقامة ركل في سوان الحفل يعمل فيه قهوة بلدي زي اللي موجودة في الإحاق الشعبية عشان اللي عايز يتفرج على الحفلة من القهوة يقعد فيه وتفرج وكائنه في قهوة بلدي بالضبط ويتقدم له مشروبات زي القهوة اللي في أي حي شعبي يعني ده كان نوع من التغيير والتنوع في نظام إقامة الحفلات وتعالوا معنا ناخد فكرة عن أسعار الدخول للحفل زي ما جد في قرار مجلس الإدارة 150 قرش يعني جنو ونص للفرد عمومي الفرد عمومي هنا يعني حيشوف كل فقرات الحفل 400 قرش يعني 4 جنيه ترى بيزة لأربعة أشخاص فقط بسوان أم كلثوم 100 قرش يعني جنيه كتذكرة عمومية للفرد الواحد بسوان أم كلثوم ترى لو أم كلثوم كانت موجودة النهاردة هتكون تذكرة الحفلة بكام بلاش أم كلثوم تذكرة أي حفلة جنائية بكام النهاردة متهيقل إن في حفلات عدت الألف جنيه للفرد الواحد في الوقت ده ترجمة نانسي قنقر